أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع أمس شمال غربي باكستان مما أصفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا وفي بيان صادل عن وزارة الخارج جددت مصر موقفها ثابت نحو رفضها القاطع لكافة أشكال العنف مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة التضرف والإرهاب وعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين